السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية قياس المسافات في خراءة جوجل ماب فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شاب جدا بسيطة عشان تقيسون المسافات في جوجل ماب كل عليكم تسوونها تروحون على نقطة البداية نفترض مثلا هنا نقطة البداية نضغط عليها ضغط مطولة فالآن حددنا نقطة البداية الآن تروحون تضغطون على الاسم بعدين تضغطون على خيار قياس المسافة فالآن تتحكمون بالمسافة بهذه الطريقة تروحون على المكان الثاني اللي تبعونها فالنفترض مثلا رح نحط المسافة هنا رح يبين عندكم هنا المسافة اللي هي 3 كيلو أيضا إذا حبين تضيفون نقطة ثانية تضغطون إضافة نقطة الآن تقدرون تتنقلون من هذه المنطقة الثانية إلى أي منطقة ثانية تبعونها فالنفترض بهذه الطريقة وكذا صار عندنا المسافة بالكامل من هذه المنطقة إلى منطقة النهاية 5 كيلو فإذا حابين تضيفون نقطة إضافية برضو بنفس الطريقة أما إذا سويتوا نقطة مثلا بالغلط تبغون ترجعون للخلف تضغطون على هذه الأيقونة رح يرجع لكم لنقطة البداية أيضا أي شعب إذا تبغون تسوم محو لجميع الخطوات تروحون على الثلاث نقاط هذه وتضغطون على محو رح يعيد لكم من نقطة البداية وإذا خلصتم من قياس المسافات تروحون على علامة الـ X وكذا قفل معاكم بشكل مباشر فهذه كانت طريقة يا شعب كل اختصار لا تنسون دائما باللاعك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة